بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة الخامسة قضايا ومشكلات الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الثاني تعريف بقضية الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة والتي أظهرت نتائج متباينة وتأتي أهمية الدراسات بسبب أهمية موضوع الاتجاهات والذي يعكس سلوك الفرد سلبا أو إيجابا نحو الأطفال ذوي الإعاقة كما يعكس سلوك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية نحو الأطفال ذوي الإعاقة أيضا هنا يتأثر سلوك الفرد أو المؤسسات أو الجماعة بموقفه أو اتجاهه نحو الأطفال ذوي الإعاقة فكلما كان الاتجاه إيجابياً كلما أدى ذلك إلى تحسن في نوعية البرامج والخدمات التربوية للأطفال ذوي الإعاقة والعكس طبعاً صحيح كلما كانت اتجاهاته سلبية كانت نوعية البرامج والخدمات رديئة جداً للأطفال ذوي الإعاقة إذ تعمل الاتجاهات السلبية إلى الإساء إلى أطفال ذوي الإعاقة بصور مختلفة لو تناولنا الآن اتجاهات وردود أفعال الوالدين السلبية نحو أطفالهم ذوي الإعاقة ونشاهد الآن على الترتيب يجب عندي الصدمة وثم النكران ثم الغضب ثم الشعور بالذنب ثم الأمان غير الواقعية ثم الكآبة ثم الرفض ومقابل هذه الاتجاهات هناك اتجاهات وردود أفعال والدين إيجابية نحو أطفالهم ذوي الإعاقة وتبدأ بالتقبل ثم تفهم الحالة ثم البحث عن الأسباب المؤدية للإعاقة ثم البحث عن المكان التربي والمناسب والقيام بأعمال تطوعية وبساعة التلاخر من أبا ومات الأطفال ذوي الإعاقة لو تناولنا الآن القرارات المترتبة على الاتجاهات الإيجابية هناك عدد من القرارات من هذه القرارات القبول النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وتحسين البرامج التربية والاجتماعية والصحية والمهنية لذوي الإعاقة أيضا إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة كما هناك إصدار للقوانين ذات العلاقة بذوي الإعاقة ودمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العادية كما نعد الكوادر اللازمة لكل فئة من فئة التربية الخاصة كما أن من القرارات المترتبة على تجاهة الإيجابية تطوير أدوات القياس المناسبة لكل فئة من فئة التربية الخاصة وهذه القرارات تترتب على الاتجاهات السلبية ألا وهي الرفض والعزل والإنكار والإهمال هذه من القرارات المترتبة على الاتجاهات السلبية